اهلا يا شباب في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن باقي الخصائص الموجودة في برنامج فيجما اول حاجة من قائمة فايل عندي هنا بقدر ان انا اعمل نيو ديزاين فايل وتاني حاجة ان انا افتح فيجما جام او ان انا احط صورة او اسايف فايل بتاعي عندي وان انا ابعته لاي حد وكمان قدر احفظ بتاعي في الخاص بفيجما واوصله في اي وقت بعد كده حتى لو مسحت اي حاجة وده ممكن يفيدني ان انا كل ما بوصل لمرحلة معينة في التصميم ممكن احفظها باسم معين الخاص بفيجما وكمان لو خلصت وقتشدت ان في حاجة غلط او عايز ترجع للمرحلة اللي كنت احافظها في اقدر بكل سهولة ان ارجع لها فلو جينا نجرب الجزئية دي عملي فلو افترضنا مسلا ان انا عامل ابتصام بالشكل ده وعايز احفظه عشان بعد كده لو انا اطلق بط في حاجة او عايز ارجع لوضعية الاسكرينات بالشكل اللي كان عليه فكل اللي اعمله اللي انا هاجي هنا عند كلمة وبعد كده عند او الاختصار بتاعها هعمل كيبورد وهو ويه اسميه مسلا ديزاين او اي حاجة انت حبيب تكتبها وبعد كده هعمل وبعد ما عملت سيف ولياكم بالغلط مساحة دي مسلا ويه عايز توصل للحالة اللي كنت عليها الاول او ارجع لي في الجزء اللي كنت مسميه فيه فكل اللي هتعمله هتيجي هنا في وبعد كده هاجي عند وبعد كده هعمل او من فوق تقدر تجيبه واول ما اضغط عليها هيظهر لي هنا مجموعة ملفات اللي مسجلها فيجمة وهنا هلاقي فيه حاجات بشكل هو كان حافظها فهاجي عند وهجيبه بالشكل ده وبعد كده هاجي هنا وهضغط عليها وهي هعمل هيبدأ يرجعها ليك وتشتغل عليها بشكل طبيعي ويتضغط ودي كانت في في فجمة ودي افضل الطرق ان احفظ فيها اللي انت شغال عليه بحيث انك لو عايز ترجع الالون معين انت كنت بتجربه او لحظة معينة في كان عجبك وانت عدلت عليه فبتوفر عليك جهد انك ممكن تعيد الحاجة دي من اول وجديد وهنا في معين او معين او وبعد كده في في اي حاجة تقدر تعمل هنا مسلا في وتقول له مسلا اللي احنا هنختار الايكون وتقول له انك عايز تقول له انك عايز الصغة بتاعتها هي وتروح تحطها في مكان تاني او ده خاص بتصميمات الويب وحاجات الموبايل انك بحيث مسلا انك توقف على الفريم ده تقول له انك عايزها كصورة فتعمل عليها وتيجي هنا وتيجي هنا وبعد كده هتيجي هنا في مكان فاضي وتعمل فدلوقتي هي ما جاتش على هيئة هي جات على هيئة صورة لان انا اخدت كوبي يعني دي تقدر تعدل عليها اما دي صورة كلها صورة لو عايز تتأكد تعمل هيزهر لك هنا خصائص الصورة وفيه كمان في حاجة انك تقدر تكوب بيها الخصائص يعني مسلا لو في معين عايز تديها مسلا لبوتن معين وعايز تكوبي نفس الخصائص دي وتعمل لها على مسلا بوتن تاني هتعمل لها كوبي من هنا او الاختصار بتاعها من الكيبورد كنترول ألت سي هتاخد الكوبي بتاع الحاجة دي وتروح على طول بالشكل ده وممكن كمان في قدة تعمل هيحدد لك كل الشاشات اللي في وعندك هتختارها ودي بتحدد لك كل شاشات مع ده الشاشة اللي انت محددها يعني مسلا لو جيت حددت سكرينا دي وعملت او اختصارها اللي هو يعني بقول له حدد لي كل حاجة مع ده لو جيت حركت هتلاقي تحرك مع ده اللي انت محدده بعد كده عندي الفيو والفيو ده بيكون خاص باي حاجة مرقية انت شايفة في البرنامج فبتبتدي من ان انت مسلا تظهر او تخفي حاجة زي دي زي مسلا اللي هي المسطرة اللي موجودة فوق بقدر ان انا اخفيها وازهرها ويممكن نعملها بالشورتكات اللي هو بالشكل ده وفي هنا عندك برك في في هنا لو جيت جربتها وضغطت عليها او فيها بتخفي القوائم الجانبية في وتخليك تفوكس او تركز على بتاعك بس وقدر استخدم الشورتكات بتاعها وهو من الكيبورد وعندك هنا القوامل التانية خاصة بالتيكست ودي خاصة بترتيب العناصر بحيس لو انت مسلا عايز حاجة او تقدر تحفظ الاختصارات وهنا عندي حاجة خاصة ان انت لو عامل حاجة مسلا بالبنتول وحددت نقطتين على الشب ده بعد ما عملت ه بالبنتول فهيوصل لك النقطتين ببعض وبعد كده عندي اللي انت محملها في عندي كمان قايمة دي بيكون فيها حاجات بحيس انها تظهر لك مساحة الشكل اول ما تلمسه او انه يحدد لك المساحات في فبتقدر انك تكرر الحاجة اللي انت شايفها ودي حاجات هنتكلم عليها بالتفصيل قدام وهتبان قدامنا واحنا بنجرب عملي تقدر تغير المود من هنا بالشكل ده فالمور في فجما هتلاقي حاجات كتير هتساعدك بالتصميم والبروجيكت بتاعك ويفضل انك تقعد تجرب بايدك لحد ما توصل لانتيجة كويسة او انك تبدأ تحفظ الاختصارات وايدك تاخد على البرنامج اكتر وبس كده اشوفكم في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة